أينما امتدت أذرع إيران حل معها الخراب واليمن ليس استثناء أدلة قاطعة على تورط ميليشيا الحوثي بهجوم مطار عدن الدامي يؤكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك فجميع التحقيقات الأولية تبرهن بشكل قاطع على أن الميليشيا المدعومة إيرانياً تقف وراء الهجوم فطح الانتهاكات الحوثية وإظهار عرقلتها المستمرة لجهود السلام في اليمن جاءت على سلم أولويات وزير الخارجية اليمن أيضاً خلال اتصال مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالتزامن مع مطالباته الحثيثة بتكثيف النشاط الدبلوماسي لكبح جماح الميليشيا وغدات التفجير الدامي عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماع لها برئاسة معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن وتمحورت أعمال جلسة الحكومة الأولى حول استهداف ميليشيا الحوثي للمطار بعد دقائق من هبوط الطائرة التي أقلت أعضاءها وبحسب التحقيقات فأن بقايا المقذوفات لتحديد نوعية الصواريخ المستخدمة في الهجوم وأماكن انطلاقها وسقوطها وجميع المعلومات المتوفرة تشير إلى مسؤولية ميليشيا الحوثي وإيران عن الهجوم هجوم أثار استنكار جهات عديدة من بينها اتحاد المحامين العرب الذي دخل على خط الأزمة وأعلن استعداده الكامل للمشاركة في لجنة التحقيق بينما تتجه الحكومة اليمنية لإعداد ملف متكامل عن التحقيقات التي تؤكد تورط الميليشيا وتقديمه إلى الأمم المتحدة منتقدة في ذات الوقت عدم إشارة المجتمع الدولي صراحة إلى مسؤولية الميليشيا الإنقلابية التي نفت صلاتها بالهجوم ومن ورائها إيران نظرة أعمق تقود إلى أن عرقلة أعمال الحكومة الجديدة تصب في مصلحة ميليشيا الحوثي لا سيما وأن تشكيلها جاء لإنهاء الخلاف وتوحيد صفوف اليمنيين وإنهاء وجود ميليشيا الحوثي بسجلها الحافل بالانتهاكات في المشهد اليمني اشتركوا في القناة